السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نجلق الحميدي. هنعمل مع بعض النهار ده هنزين تورتة التحليل الطبية ديت اللي حضراتكم شايفينها. طبعا احنا عملنا مع بعض الكيك وعملنا بعض الجناش الشوكولاتة. النهار ده هنبتدي نزين مع بعض التورتة الجميلة دي. انا معي طبعا دي عجينة السكر وعملناها مع بعض قبل كده. وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. دي سي ام سي. علشان استخدمها آآ لعجينة السكر علشان تبقى نشفة معي. وطبعا هنشوف الرسومات اللي انا عملتها معكم. ده رسمة الماكروسكوب. تمام? انا رسمتها شفتها جبت الكربون وشفتها من على ورقة زي ما حرقش ريفين كده. الورقة دي اهي. انا جبت معي الكربون على ورقة شفافة. وشفيت عليها الاشكال دي. شكل الفلسكات شكل الانبيب شكل السرينجات شكل الماكروسكوب. تمام? ورقة شفافة اهي. وانا حطيت عليها ورقة الكربون. ومن آآ كتاب او من على اللاب. انا شفتهم من على اللاب. بالورقة الشفافة. تمام? وبعد كده اخدت الورقة الشفافة وحطيتها على الكربون وروحت احطها على الورقة الكبير. وابتديت ارسم وطلع معي الاشكال دي بالزبط. ابتديت انا اقص الماكروسكوب زي ما حضراتكم شايفين كده? وقصيته على نفس المقاس ده بالزبط زي ما حضراتكم شايفين? وجبت معي عجينة السكر اللي عملناه مع بعض قبل كده. وجبت معي دي مادة بتنشف معي عجينة السكر اللي بتخليها عاملة زي الحديد. بتبقى نشفة جدا. بتديت انا اهو عجينها بالسي ام سي علشان تبقى نشفة معي ومزبوطة. جبت انا اهو انا كده عجنتها بالسي ام سي. ده باللون الاسود. علشان هعمل ماكروسكوب ديت انا افردها زي ما حضراتكم شايفين كده. وجبت الورقة اهو. وابتديت بالقطعة معي بتاعت قطعت عجينة السكر. ابتديت ان انا امشي بالزبط حوالين الرسمة بتاعت الماكروسكوب زي ما حضراتكم شايفين كده. علشان تطلع مزبوطة معي اهيه. هبتدي بقى انا انا قطعها واحدة واحدة كده. بالقطعة بتاعتي. لحد ما اخلصها خالص. كل حاجة سهلة مش ما فيش حاجة صعبة خالص بس الحاجات دي عايزة الصبر معانا شوي. طبعا اللي اخد الورقة جو دي بنتي واخدتها منها تاني. كده انا خلصت بالزبط قطعت الماكروسكوب اهو. زبطتها وعملتها كده زي محاراتكم شايفين هسيبها تنشف ليلة كاملة. طبعا لو هتعملها بعجينة السكر بس هتفضل معايك مسلا بتاع خمس ايام كده لحد ما تنشف. انا خلصتها هنا انا كنت عاملة اشكال الفيلة دي علشان آآ آآ يكلوها. وطبعا خلصتها وسبتها تنشف. طبعا عجينة السكر احنا عملناها مع بعض قبل كده. انا جبت معايا نشا. والنشا افضل لان آآ السكر بينشفها. جبت معايا نشا وبتديت ان انا افردها زي محاراتكم شايفين كده. ولفتها على النشابة بتاعتي. وبتديت ان انا عزل بيها على التورتة بتاعتنا اللي احنا عملناها وبعد بجانيش الشوكولاتة وشفناها في الفيديو اللي قبل ده. بتديت انا واحدة واحدة معايا كده اعملها زي محاراتكم شايفين من فوق. وهنزل بيها واحدة واحدة علشان تبقى مظبوطة معايا اهي بايدي. مش هينفى عنزل بيها مرة واحدة كده عشان ما تتقصرش العجينة معايا وما تكونش مظبوطة واحدة واحدة. هلف بيها زي ما انتم شايفين بعمل بايدي كده. هلف بالتورتوية الكاملة كلها. واحدة واحدة. اهو. ببتدي انزل من فوق لتحت واحدة واحدة. مش هينفع اعملها كلها مرة واحدة كده علشان ما تعملش كسر معي زي محاراتكم شايفين كده. اهي. هعملها طول ما انا ماشية كده بالراحة واحدة واحدة. هي عايزة بس صبر يا جماعة علشان تبقى مظبوطة معنا اهي زي ما حضراتكم شايفين هبتدي انا اعمل بيها طول الترطة اهي اهي واحدة واحدة لحد ما ابتدي انزل لتحت زي ما حضراتكم شايفين كده وهبتدي انا بيه اللي معي هبتدي اعمل بيها كده على عجينة السكر علشان ما يكونش فيها اي فراغات شايفين اهي كده شكلها مظبوط جدا معي هبتدي انا اعمل كده بيه بالقلة ديت اللي معي اعمل زي سكرابر كده هبتدي اعمل بيها كده علشان ما يكونش فيه اي فراغات ما يكونش فيه اي فقعاتها وعلشان ما تبوصش معي عجينة السكر وابتدي انزل كده اهي اضغط لتحت علشان تمسك معي جامد اهي وبقت مظبوطة زي ما حضراتكم شايفين كده والسنك بتاعها هيبقى مظبوط في الفلت وابتدي ازبطها تاني علشان علامات سوابعين ما تبنش على عجينة السكر جبت انا قطعت البتزة بتديت اقطع مش لازم تقطعي بالزبط كده لأ بتسيبي مسافة اهي زي ما حضراتكم شايفين زي انا ما سايبها مسافة كده علشان عجينة السكر ما تلمش معانا وابتدي ازبطها تاني هاخدها انا ادخلها التلاجة شوية لحد ما ازبط الرسمات بتاعتنا انا هنا اهو قصيت دابلت واهو امبوبا وفلسكات هوري حضراتكم طبعا انا اه عملتهم ازاي بعجينة السكر جبت معي عجينة السكر وفرتها زي ما حضراتكم شايفين كده جبت انا قطعت عجينة السكر بتاديت اهو امشي بها على رسمة زي ما حضراتكم شايفين كده بالزبط وهتعم هتعلم معي تحت على العجينة وهوريها لحضراتكم شايفين عمل اهي علمت معي بالزبط ده شكل الفلسكة بتاعتنا هبتدي انا هطعها بالقطعة وده شكل الفلسكة معنا بتاعت التحاليل الطبية انا جبت اهو هعمل الشكل الزجزاج ده معي اهو رايح جاي كده على عجينة السكر وهياخد معي نفس الشكل وهقطعها اهي هقطعها بنفس شكل الزجزاج كده وعايز اقول لكم اني التورتة دي لحفلة تخرجي لانا وزميلي في الشغل اه يا رب بس تكون عجبتكم الرسمات وتكونوا فهمتوا اه الحاجات اللي انا بعملها سهلة جدا بس هي عايزة بس صبر اهو قطعتها بس ما يكونش جنبك اطفال هيكل منك العجينة طبعا انا عملتها متاخرة علشان عيالي اهي جبت معي اللي اللي انا عاملاه ده ده ميز ده سكر مطحون مع معلقتين تلاتة سكر مطحون عليهم معلقتين مية وانا عاملين كده شوية مش مش خفاف تقال شوية كده وبالزق بها عجينة السكر طبعا انا عايزة اعمل معايا طبق بتري طبق بتري ده خاص بالتحاليل الطبية جبت معايا اه جيلي اه شفاف وحطيت عليه لون بينك وحطيته كده زي ما حراتكم شايفين في طبق بتري علشان يمسك معايا يبقى عامل زي المدية اللي احنا بنشتغلها في التحاليل وجبت معايا اهو اه السكر المطحون بالمية ويبقى حطه كده حطيته على البلط زي ما حراتكم شايفين والزقها على العجينة بتلزق معايا وهبتدي انا ألزق اهو زي ما حراتكم شايفين كل الفلسكات واي حاجة عايزة هلزقها على عجينة السكر هلزقها بالسكر مطحون ومعلقة المية وماسكين شوية اهو وبيلزق هبتدي ألزق كل حاجة عليها زي ما حراتكم شايفين ده طبعا الدور التاني اللي عملنا مع بعض برضه قبل كده وده الميكروسكوب انا عملته باللون الفط دي لون فط دي عملته ب آآ لونتوا كده باللون الفط دي آآ قابل للاكل الوان غزائية وحطيته انا كده على الترتب اللي هي الدور التاني وهدخلها تلاجة شوية وبعد كده لحد ما اقطع معي الفلسكات انا دي طبعا المعيير بتاعتي انا حسيت ان هي تبقى شبه الفلسكات فقطعت بدل ما اتعب ايدي في الرسومات والتقطيع ايه بالزبط شبه الفلسكة لما قطعتها وشبه الانبيب بتاعتنا اللي بس تخدمها في الشغل اهي بالزبط نفس الشكل الفلسكات اللي بنشتغل بها وبتديت انا اقطع وزي ما حضراتكم شايفين كده ده شكلها جبت انا بقى معي التورتاية اللي هي الدور التاني وبتديت الازق اهو زي ما حضراتكم شايفين على التورتا بتلزق بسرعة لان ده سكر ودي عجينة سكر فهيلزق بسرعة بتديت اهو بقطع في باقي الفلسكات والانبيب وهبتدي اهو اهو الزقها على العجينة وده شكل لها النهائي شايفين الماكروسكوب عامل ازاي شكله جميل جدا وهو نشف معي انا سيبته من بليل لتاني يوم الصبح وجبت معي طبعا عجينة سكر كتير الالوان اللي انا عملها كلها وعملتها الكور زي محضراتكم شايفين كده وفرشت طبعا فرشت معي اللون الاصفر ده على الصينية بتاعتي علشان تدي شكل جماله وبتديت اعمل بالكور ورصتهم كلهم كده على شكل القطاع بتاعتي على شكل الصينية بتاعتي جبت انا معي اللي هي عصيان الشيش طوق وبتديت انزلها وقصتها بالزبط على قدها علشان تشيل معي وتحمل معي التورتة بتاعة الدور التاني وجبت التورتة اهو زي ما حضراتكم شايفين وحطتها كده عليها الالوان شكلها جميلة جدا مع بعض حضرتك طبعا بتقدري تعملي وتلوني عجينة السكر باي حاجة حضرتك عايزها وده شكل كده التورتة طبعا الالوان اللي هي الزرقة دي والخضرة اللي فوق في التورتة اللي باللون الازرق دي عاملها بقطعة سيليكون بفردها فيها كده وبتطلع معي الشكل ده وده كده شكل التورتة بتاعة التحليل الطبية انا كاتبة تهنئة اه بمناسبة تخرجنا وده طبق اه بتري طبعا وعمل عليه اه زرعة عليه اه طبعا هو الاكل بس مش هيتاكل طبعا اه وده كده شكلها لما خلص يارب تكون الحلقة اعجبتكم ما تنسيش اللايك والشير والسامس كراين مع تحياتي نجلال حميد